هذا احتمال مستحيل الاحتمال يقل عني ولا بمئات السنين لا تحدث السبعة و ثلاثين طفرة الموجودة في أومايكرون تحدث في بارس موجود في أردن حدثت طفرات في أردن طفرة طفرتين لكن أن تحدث نفس الطفرات الموجودة في الأومايكرون التي تتحور في أحد الدول الأفريقية لا نعرف اكتشف في جنوب أفريقيا ولا نعرف عين تتحور بوسوانا أو غيرها وأن تتهد جميع الطفرات الـ 69 طفرة بما فيهم 37 طفرة موجودة بالبروتين الشوكي هذا مستحيل هذا مستحيل لا يمكن أن يعدم سيدة الصريحة الرسمية جميع الدول العالم يعني لعدم المعرفة بصراعة جميع دول العالم بلا استثناء وصلها الفيروس وكلها قالت أن الفيروس وصلها مع المسافرين من أفريقيا من مكان نشوءه لماذا يكون الأردن مختلفا في هذا المجال في واحد موجود وجمناه جنوب أفريقيا لماذا يكون شخص ثاني يعني أصيب بمتحور أردني هذا الموضوع أثير على فكرة لما تدخل متحور الهندي دلتا وقيل وقيل ومن مصادر شبه رسمية أنه قد يكون تحور في أردن من مصادر رسمية قيل أنه هذا الفيروس قد يكون متحور دلتا قد يكون تحور في أردن وانا شرت حينها يعني بوست قلت أنه هذا استحيل أن يحدث فهذا أمر مفروغ منه يعني هذا أمر حقيقة لا يجب أن يطرح هذا مثل هذا الموضوع وغير دقيق المياه لا 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 يستند لا يعلم الاحتمالات يعني يعني ربما تكون واحد بالألف مليون تريليون لا لا يمكن أن يحدث هذا يعني 37 طفرة في البروتين الشوكي و32 أو أكثر في طفرات في أماكن أخرى تحدث نفسها في الأردن هذا أمر يجب أن لا نرقشه أصلا طب اليوم في التصريحات فيما يخص أومايكرون نعم ما حنا تصريحات يمين وشمال نعم يعني هو أكثر من جهات تنطحت للموضوع وبطريقة فيها نوع من المبالغة بردة الفعل والإثارة أنا أعتقد مدام 36 شخص يعني خالطوا سلبيين الشخص الذي نقل المرض لي لم نصل إليه هو موجود هو موجود ولم يصل إليه وربما نقل المرض لأشخاص آخرين هذا كما قلنا هو مرض خفيف وقد لا تحدث عراض أو تحدث عراض بسيطة والناس لا تذهب للفحص يعني الناس بحالات الأمور البسيطة مثل الرشح لا يس هناك يعني ضمانة بأن يذهب كل شخص يشكو من أعراض لجراء فحص عن كورونا فأنا أعتقد بعد فترة من الأيام أو الأسبوع سنكتشف الحالات وتزداد الحالات حاليا في لندن 30% من الحالات المكتشفة هي أو مايكرو الحالات تزداد بشكل خرافي الأعداد لأنه يسبب سوى الانتشار ولكن كما قلنا الأمور يعني من حيث الشدة ليس بشدة هناك سؤال عن المناعة والمطاعيم في هذا الإطار نعم الأشخاص الذين أصيبوا سابقا قد يصابوا هذا ثابت والنسبة أكثر من 2% في حين أن الإصابة في المتحور دلتا أقل من 1% أقل بكثير فالإصابات عند من أصيبه تسموها بريك ثرو هي أكثر من غير من التحورات والمطاعيم لمن أخذ جرعتين الحماية بفايزر بوينتك حوالي 3400 يعني أقل من 40% الحماية ولكن من أخذ الجرعة الثالثة المدعمة فالحماية تصل إلى 4700 فلذلك هذا المتحور قد يفيد فيه أن يقبل جميع الناس الذين لم يأخذوا الجرعة الثالثة الجرعة المدعمة يأخذوها لأنها تعطي درجة عالية من الحماية نعم